ترجمة نانسي قنقر 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 لأنه يجب أن يكون هناك قائطة حيوية جيدة لأننا لا يمكن أن يكون هناك تلفزيون أو صنوات لذلك لا يمكنناه و هذا القائطة ، لنضع في الأسرى ، قائطة في حقًا 300 مليون ديال الدرهم في حقًا ثلاثة سنوات لذلك شيء مهم بالنسبة للسكتر أوديو فيزيو و سينماتوغرافيك لكن القائناة رأسنا بوحدنا أبقى المركز السينمائي المغربي الذي يجاوب معنا دائما لأن مركز السينمائي المغربي يعرف الهوم هو الوسيع للقطاع من جانب ولكن يستخدم الهوم هو وزارة الثقافة و وزارة الثقافة أو القطاع الاتصال لم يكن نعرف ما معنا أو ضدنا لأن وزارة الثقافة أو القطاع الابداعي والثقافي والسينمائي في المغربي ولكن هناك نوعية أخرى لذلك لأنك وزارة الثقافة أو ضدنا هذا هو مشكل ويجب أن يقول إنسكتور هو واحد قدير هو ينتخن ده ويجب أن يفعل القطاعات ويجب أن يكون كل واحد يدفع نفسه كل واحد يعطي معطيات لأن هذا نحن اللي حضرنا على السينما ولا حضرنا على التليفزيون ولا حضرنا على القطاع هذا قطاع حيوي تدر المال ولا عملة صعبة للمغربي لذلك المشكلة التي تعرفت على القطاع السماع الباساري أو القطاع الإنديوس ويجب أن يقول لك في السابق أن القطاع جميع جميع المهنيين التي تشترون في القطاع السينما لا تقنيين ولا أصحاب المعدات ولا النازل الكوستوم ولا النازل الترنت ويجب أن يكون هناك نيكو سيستم لجميع أدنس لذلك الخسارة هي بالملايين نحن 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 نح يمكننا الوزير الوزير مرحلي يمكننا الوزير الوزير المتقدم الوزير الوصية تفاعل القانون الإنسانية الأودوفيزيولية وهو موضوع المركز المغربي أمام طاويلة الوزير هذا أزياد من سنة أو سنتين فهذا يجب أن تفاعل القانون لأن المركز المغربي يوجد 3 مهم يوجد وضع القانون الإنتاجات المغربي و لا تضفع المغربي أمر في مهرجات الوزير أو الفاغ لا يوجد 30 مليون درهم و يوجد إجراء القانون الإنسان أو الفاظ خاصة صادمة وضع القانون الإنسبة و لكن هناك منظومة مهمة هي الانديوستخي اوديوفيزيول و لكن الانديوستخي اوديوفيزيول يجب أن نتعرض في هذا السنكتر بـ 500 مليون درهم لذلك نصدعه نحن لدينا الهدف المستقبلي أن المغرب يدخل 100 مليون دولار أو 200 مليون دولار من البروكسة و سنبكينا بـ 70 مليون دولار و قالوا ربما أننا بعد أن ندخلوا شيئا هذا المسألة مهمة كما سوف نعود لك و سوف نقول لك يجب أن تكون إرادة سياسية و حكومية لكي نستطيع أن نهضب هذا القطاع هذا القطاع مهم هذا القطاع يهدب الشعوب هذا القطاع يهدب الناس لأن لو لا تليفزيون و لو لا الوصالة الإشهرية و لو لا المسلسلات الجادة والمهمة لا يستطيع أن نعرف كثير من المسائل و الجائحة كينا بعد جميع الدول العالمية و لن نطلبهم لكي نقوم بعمل الصيني و كفدرالية و كمؤسسات و لن نعاون في صندوق الكوفيد و لن نطلبهم لكي نطلب بعض الأمور التي تكون بقى بغتوجوغ لا يوجد أي حلم ترقيئية لا أبدا نريد أن المنتج يستفد أن نريد أن المهن يستفد أن نريد أن التقنية يستفد أن نريد أن كل شيء يستفد و لا يستفد من الرئي لا يستفد من الحقوق و الذي يستفد منها و بهذه الحقيقة وله خطال كل شيء يستفد من كل شيء و هذا يستفد من هنا و في حالة لأسفل و هذا يجلس و افضل و ان تتتعجم